اشتركوا في القناة في البقاء اشهادات واسعة في بلاده جراء موقفه المشرف وتوجهت المدرسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان الى فرج ورئاسة الوفد المشارك بالثناء على هذه الخطوة شهران اضافيان سيقضيه ما في سجون تايلند لعب كرة القدم البحرينية السابق حكيم علي العريبي بعدما رفض تسليمه للبحرين اثناء جلسة استماع امام محكمة في بانكوك حملة دولية تطالب بعودة اللاعب الى استراليا حيث يتمتع بصفة لاجئ سياسي في حين وفقت السلطات التايلندي على درس طلب قدمته المنامة لتسليم العربي المتهم بالقيام باعمال تخربية فيما يؤكد العربي انه كان يشارك في مباراة وقت حصول الاعتداء ويرفض اللاعب الدولي السابق تسليمه الى بلاده لكونه مهددا ولا سيما بسبب انتقاده الشيخ سلمان بن مراهيم الخليفة احد افراد العائلة الحاكمة ورئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم المحكمة منحت لعربي مهلة ستين يوما من اجل تقديم دفاعه في جلسة حددت خلال شهر نيسان ابريل المقبل وخارج المحكمة تجمع العشرات من مناصرية اللاعب للمطالبة بعدم تسليمه لبلاده ودعت نقابة اللاعبين العالمية الحكومة التايلندية الى الافراج عن العلم واجهة تونسية خالص حسما اسفاقسي على حساب ضيفه النجم الساحل ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي صاحب الارض تكبد الخسارة بهدف في حين كدى ياسين الشيخاوي يعادل النتيجة بعدما اهدر ركلة جزاء هذا وكانت زائر افتتحت تسجيل مبكرا عبر لاعب الوسط أيمن الحزري بعد تسع دقائق من البداية ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة بينما لا يزال النجم الساحلي من دون نقاط هو بخسارة فقيلة سهلة زمالك المصري مشوره في المجموعة الرابعة عندما أسقط بل سقط أمام مضيفه جورهايميا الكيني بأربعة أهداف الاثنين وتصدر الفريق الكيني المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع نصر حسين اندهي الجزائري الثاني والفأس بدوره على بيترو أتلاتيكو الأنجولي بهدفين لواحد أين سيلعب ابناء النجوم المنحدرين من وصول جزائرية زين الدين زيدان، فرانك ليبري، كريم بنزيمة وغيرهم يحمل أولادهم جينات الجزائر ولديهم جنسيات متعددة فهل يرفعون راية الخطر؟ لطالما أوصل لاعبون متحدرون من جذور عربية منتخبات بلاد المنشأ إلى أعلى المرتب الرياضية الجزائري الأصل زين الدين زيدان قد يكونوا أشهرهم كلاعب قاد فرنسا إلى مجد كأس العالم وكمدرب حقق مع ريال مادريد أهم الألقاب صحيفة الشروق سألت عن المنتخبات التي سيدافع عن ألوانها أبناء النجوم المهاجرين لزيزو أربعة أبناء يحملون الجنسيتين الإسبانية والفرنسية لكن يبقى اختيار المنتخب من الأسرار التي لا أحد يعلمها إلا في ساعة الحقيقة اختار النجم الفرنسي لأولاده الأربعة أسماء إسبانية بناء لإصرار زوجته الإسبانية ويرى مدرب ريال مادريد السابق أن خيار المنتخب يبقى في يد أبنائه إن تمكنوا من النجاح في مشوارهم الكروي وقد يختارون المنتخب الإسباني أو الفرنسي بخلاف زيزو شقيقه الأكبر فريد كان بطلا في رياضة الجيدو ولعب للمنتخب الجزائري العسكري ويحلم الوالد إسماعيل بأن يرى اسم زيدان ولو في أحفاده يمثل الجزائر من فرنسا أيضا برز فرانك ريبري المتزوج الجزائرية عانى لاعب بيرن ميونيخ الكثير في بلاده اعتنق الإسلام وسمى بنيه سيف الإسلام ومحمدا ويرى بأن بنيه قد يتأثران بوطن أمهما وهيبة ويدافعان عن ألوان محارب الصحراء مستقبلا علما أنهما يحملان الجنسية الألمانية أيضا وثمت لعبان برزا مع منتخب الديوك متزوجان جزائريتين هما إيريك أبيدال نجم بارشلون السابق وإيريك كانتونا نجم وانشستر يونايتد في التسعينيات كلا النجمين غير مرتبط كثيرا مع فرنسا وخاصة المتمرد كانتونا وذاق مهاجم ريال مادريد الحالي كريم بنزيمة الأمرين من العنصرية في فرنسا فضلا عن التهميش بنزيمة لن يختار لابنه إبراهيم البالغ سنتين من العمر منتخب الديوك الجزائر وغيرها من بلاد المغرب العربي أضحى خزانا لللاعبين المهاجرين وتأمر أن يدافع أبناء النجوم عن بلاد الأجداد أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية العثورة على جثة إلى جانب حطام الطائرة الخاصة التي كان على متنها لعب كرة القدم المعلومات لم تؤكد إذا كان تلجثة للاعب الأرجنطنية وللطيار ديفيد أوبرتسون حيث كان وحدهما على متنها يذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عاما وكان متوجها إلى مدينة نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية كارتف مانشستر سيتي واصل ملاحقة ليفربول متصدر دوري الإنجليزية المبتاز بعد الفوز على أرسنل بثلاثية في الجولة الخامسة والعشرين سيرخي أكويرو كان نجما لقائب تسجيله هاتريك ليرفع سيتي رصيدة إلى 59 نقطة متخلفة بنقطتين عن ليفربول الأول لكنه قد يوسع الفارق أكثر إذا فاز الليلة على مضيف وستهام يونيتد هاتريك آخر كان من نصيب لعب أكسبورغ ألفرد فينجو باغسن ليقود فريقه إلى الانتصار أما مضيفي ماينتز في المرحلة العشرين من الدور الألماني بثلاثية أنهى صاحب الأرض اللي قائل المصلحة في ظل تألق المهاجم الفلندي الفوز والرابع لأكسبورغ هذا الموسم والأول منذ تغلبه على هانوفر في تشرين الأول أكتوبر الماضي في المرحلة التاسعة يعزز موقعه في المركز الخامس عشر برصيد ثماني عشرة مقطة في مامونيا ماينتز بخسارته السابعة هذا الموسم وتراجع إلى المركز الحادي عشر وفي مباراة ثانية فرط شتوتغارد في فوز غال على ضيفه فريبورغ وخرج متعادلا بهدفين وكان شتوتغارد في طريقه إلى تحقيق الفوز الخامس هذا الموسم والأول بعد أربع هزائم متتالية عندما قلب تخلفه إلى تقدم بهدفين فريبورغ خطف هدف الفوز في الضقيق الرابع من الوقت المحتسب بدلا من ضائع مستغلا نقص العداد في تشكيلة أصحاب الأرض على ثلاثة أرض المهاجم ماريو جوناز في الدقيقة التاسعة والثمانين لتلقيه الإنذال الثاني في دور الفرنسي سقط باريسان جرمال للمرة الأولى هذا الموسم حين خسر على أرض ليون في الجولة الثالثة والعشرين صاحب الأرض حقسم النتيجة لمصلحته بهدفين لواحد ليرد اعتباره أمام العملاق الباريسي بعدما سقط أمامه في تشكيلة الأول أكتوبر الماضي بخمسية وبهذا الفوز عزز ليون موقعه في المركز الثالث بـ 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليل الوصيف بما لم تؤثر الخسار على موقع باريسان جرمال في الصدار ريال مدريد يقترب أكثر من المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد فوزه على ألف شبي ثلاثية واستغل سقوط أتلاتيكو أمام باتيز يوم السابق ماريانو دياس أعرب عن سعادته بهذا الفوز وبتسجيله ثالث هدف النادي الملكي فيما اعتبر الحارس بو كورتوى أن الانتصار الرابع تواليا يعني جاهزية الفريق المطلقة لمواجهة برشلونة يوم الأربعة المقبل في ذهب نصف نهائي كأس الملك ريال رفع رصيده إلى اثنتين واربعين نقطة متخالفا بفارق نقطتين عن أتلاتيكو الثاني كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرتنا الرياضية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة اشتركوا في القناة